نشرة الظهر وفي عنوينها تلقح أكثر من 61 ألفا وستمائة كلب وقط في إطار الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلب وتونس تسجل مائتين وسبعا وسبعين بؤرة خلال العام الجارية تحرك وطني المعلمين والأساتذة للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة والقطع مع التشغيل الهش وفي النشرة قراءة في أبرز أهداف وملمح مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة في العالم شرون شهيدا في القصف الصهيوني على غزة وسلطات الاحتلال تعلن مقتلى وإصابة جنود إسرائيليين مستمعين الكرام تحية طيبة كشفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة عن تلقيح قرابة 61 ألفا وستمائة وخمسة واربعين قط كلب وقط في إطار الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلب وأكدت طبيب البيطري بالإدارة العامة للمصالح البيطرية هاني الحاجعمر خلال الندوة الصحفية وزارة الدورية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم أن تونس سجلت العام الجاري 277 بؤرة مضيفا في تصريح لصلوح البكاري أن تونس تمر بوضعية وبائية حرجة لدى الحيوان المجهودية تكون بها الوزارات الكل دير وزارة الفلاحة وزارة الداخلية وزارة الصحة تتصبط على مقاومة دائم الكلب عند الكلب هذا ما يفيدش أنه فيه العديد من الحيوانات الأخرى الفيديات الأخرى الموجودة في بلادنا اللي تجم تكون هي ضحية للكلب بالنسبة للوضعية الوبائية الحالية للمرض لدى الحيوان هي وضعية وبائية تعتبر حرجة عنها فيه ارتفاع ملحوظ لعداد البؤرة سجلنا في 2024 إلى حد اليوم 277 بؤرة لدى الحيوانات الكلاب هما يمثلوا لمجوريتي يمثلوا الأكثرية في النسبة للإصابة تقريبا 68% نحن لحظنا بظهور ثلاثة حالات لداء الكلب لداء الذئب الذهبي في السنة الفارقة في نفس الوقت هذية سجلين مقار 264 حال لداء الكلب يعني فم ارتفاع تقريبا 21 حالة ما يمثل تقريبا 8% سجلت تونس خلال الأشهر العشر الأخيرة تطورا إيجابيا في عائدات تصدير زيت الزيتون بنسبة 62% مقارنة بسنة الماضية حسب ما صرح به للأخبار الرئيس المدير العام للدوان الوطني للزيت حامد دالي حسن في العشر الأشهر الأولى تم تصدير تقريبا 181 ألف طن بقيمة 4800 مليون دينار هذا الرقم أول مرة نوصله تم تقريبا تطور إيجابي 62% في عائدات التصدير مقارنة بسنة الفارقة وهذا رجع أساسا ارتفاع الأسعار العالمية وجودة زيت الزيتون التونسي وهذا خلنا نوصله رفاق في المليان التجاري الغذائي الرئيس المدير العام للدوان الوطني للزيت حامد دالي حسن توقع تحقيق تطور في الإنتاج خلال السنة المقبلة خاصة بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد ما من شأنه أن يضع حدنا لارتفاع الأسعار السنة المقبلة إن شاء الله فهم التقديرات التحسن في الإنتاج من 2.4 مليون طن إلى تقريبا 2.9 إلى 3 مليون طن نوصلنا تحسن إيجابي في الإنتاج وهذا رجع الأمطار الأخيرة التي صارت في إسبانيا وحتى في تونس تونس عن نفس شيء يكون تحسن ملحوظ في الإنتاج وهذا حد لارتفاع الأسعار التي شاهدناها في السنة هذه السنة الجاي إن شاء الله فهم تحسن بالإنتاج نوك يتقاعد أن ترى العرض والطلب تخلي أنه ما يكونش فهم ارتفاع في الأسعار وبالعكس إيما الأسعار بش يكونوا في نفس المستوى ولا بش ينقصوا مش ينقصوا مش بحدة كثيرة ولكن بش يكون فهم نقص ملحوظ في الأسعار نظمت اليوم جامعة تعليم الأساسي والثانوية تحركا وطنيا أمام وقر وزارة التربية للمطالبة بتفعيل محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة والقطع مع التشغيل الهش كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوية محمد الصفي مطالبنا التصدي لكل من يحاول أن يضرب حق العمل النقادي ثانيها الالتزام بالاتفاقات التي أبرمت وأتحدث هنا عمنا بقية عالقا من اتفاق 2019 و2023 وبطبع الحال محضر الجلسة بتاريخ 25 أبريل 2024 نحن أمام عودة مدرسية تشوبها عديد المطبات والصعوبات وعلى رأسها النقص الفادح في الإطار 7500 شهور وبطبع الحال كثافة داخل الفصول وزيادة لساعات إضافية وخروج زيادة عن النصاب بالنسبة إلى الزملاء دعوتنا لسلطة الإشراف بضرورة متابعة هذه المسائل العالقة وكل ما من شأنه أن يعطل حركة العودة المدرسية لأننا مؤتمنون على المؤسسة العمومية ينص مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة المقبلة الصادر أمس عن وزارة المالية على اعتماد الأهداف المضمنة بالمخطط التنموي 2023-2025 والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج مع إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها خاصة فيما يتعلق بالبعض الاجتماعي للدولة ودفع الاستثمار ودعم الانتقال الطاقية ومجابهة الشح المائية أبرز ملامح مشروع هذا القانون في التقرير التالي لأحلام الجسم استدامة المالية العمومية والتصدي للتهرب الضريبي وضمان العدالة الجبائية وتعزيز دور الدولة الاجتماعي أبرز ملامح مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة المقبلة وفق ما يوضحه أستاذ الاقتصاد معز السوسي أولا موصلت التحكم في كتلة الأجور لأن كتلة الأجور تعتبرها 30 أو 31% ميزانية اشتقى مواصلة على مستوى تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية وعدم إدراج حوافظ استثنائية ترشيدنا فقط التسيير وما يفوتش 4% هناك تعزيز دور الاجتماعي للدولة خاصة على مستوى الترفيع في عدد العائلات المنتفعة بالتحويلات المالية وكذلك الترفيع في المنحة الشهرية القارن رابعا مواصلة في التحكم على مستوى ترشيد نفقات دعم في هذا الإطار سوف لن تقع مراجعة أسعار طاقة ولن يقع مراجعة مواد الأساسية خامسا تدعيم نفقات الاجتسمع على مستوى المشاريع المعاطلة وكذلك المشاريع الطاقية نعرف كلنا عن مشاكل كبيرة على مستوى الانتقال الطاقي وكذلك المنشآت المائية سادسا مواصلة الأسلاح الجبائية هناك مشكلة العدالة الجبائية نتمنى أن الجهد على مستوى الاستثمار العمومي يتحسن وهذا يخلي بلادنا ترجع إلى تحقيق نساق نمو محترم قد يفوق 2 أو 2.5% سنة 2025 ومع كل قانون مالية جديد يتطلع عموم المواطنين إلى مراعاة قدرتهم الشرائية وتحسين ظروف عيشهم خاصة على مستوى منظومة الدعم وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي تنطلق بداية من منتصف هذه الليلة فترة الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج لتتواصل إلى غاية الثاني من أكتوبر القادم على أن يجرى الاقتراع بالخارج أيام الرابع والخامس والسادس من أكتوبر المقبل وفي تصريح للأخبار قالت عضو هيئة الانتخابات نجلة عبروغي إن عدد المسجلين بالخارج يفوق 620 ألف موزعين على عشر هيئات فرعية الخارج عندنا 620 ألف ناخب مسجل كانوا في حدود 300 ألف ناخب مسجل بالخارج الهيئة في إطار معنها التسجيل الآلي زدنا 322 ألف معنها تسجيل الآلي بالقانون فهيئة من الحرعية بالخارج هما عشر فرنسا واحد وثمين وثلاثة إيطاليا وألمانيا والدول العربية وإفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأستراليا وبقية الدول الأوروبية إن شاء الله الانتخابات هذه الرئاسية ستجرى بالخارج أيام 4 وخمسة وستة في قرابة 48 دولة مراكز الاقتراع بالخارج هي في حدود 363 مركز اقتراع مكاتب الاقتراع في حدود 439 مكتب اقتراع وأضافت العبروغي أن هيئة الانتخابات أتاحت للناخبين بالخارج إمكانية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في أي مركز يختاره الناخب في البلد الذي يقيم به ضمن آلية التصويت الحر الخدمة أتحناها السنة هي مبدأ التصويت الحر بالنسبة للناخبين التونسيين اللي موجودين بالخارج يعني ينجموا يختاروا أي مركز آخر ما همش مسجلين به يعني مش مركزهم الأصلي أو كذلك الإتاحة هذي نجموا يقترعوا يمارسوا حقهم الانتخابي في أي بلد آخر مثلا هو موجود مسجل في فرنسا ينجم إذا كان هو متواجد أيام الاقتراع 4 وخمسة وستة مثلا في ألمانيا أو أي بلد آخر أوروبي ينجم يمارس حقه الانتخابي من غادي نحن عملنا الضمانات لمنع التصويت مرتين حتينا تطبيقات داخلية متاعنا اللي مش يخدموا بهم اللازمة الجال يمتاعنا لبرة قرابة مليون وثمانين مئة أثبت التجربة اللي يمشيوا يتفعلوا ويصوتوا كان قرابة ثلاثين ألف إن شاء الله يعني نحن هنا حلنا الإشكاليات هذي كل قربنا مراكز الاقتراع حين ذاتهو مازال موجود ينتهي يوم عشرين سبتمبر الناس كل ما زالت تنجمت حين تختار مركز قريب منها أكد وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة ألقاها أمس في القاهرة لدى مشاركته في أشغال الدورة الثانية والستين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزرية أكد على موقف تونس الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني التي لا تسقط بالتقادم لا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس الشريفة وحسب بلاغ إعلامي للوزارة شدد النفطي على أهمية خروج الدول العربية بموقف موحد لمواجهة مختلف التحديات الماثلة وفي مقدمتها وقف العدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الصامد وتسهيل نفاذ المساعدة الإنسانية إلى غزة واتفق الوزراء العرب خلال اجتماعهم التشاورية الذي سبق الدورة على الاقتصار على أهم القرارات وخاصة منها المتعلقة بالقضية الفلسطينية على أن يتم ترحيل البنود الأخرى إلى الدورة القادمة وعلى هامش مشاركته في أشغال هذه الدورة التقى وزير الشؤون الخارجية مع نظرائه في سوريا وتركيا ومصر وشكلت اللقاءات مناسبة لاستعراض سبل تعزيز تعاون المشترك نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين وفي فلسطين للمحتلة تواصل قوات الاحتلال الصهيوني قصفها مناطق عدة في قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد عشرين فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسط القطاع وجنوبه منذ فجر اليوم وأقر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم بمقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين في تحطم مروحية عسكرية بمدينة رفحة جنوب القطاع خلال إجلاء عسكري مصاب الليلة الماضية وفي الضفة الغربية المحتلة جددت قوات الاحتلال اقتحامها لطول كرم وأغلقت جميع مداخل مدينة توباس كما واصلت حصار مستشفى توباس التركي الحكومية وإعاقة عمل تواقم الهلال الأحمر على صعيد آخر أعلنت وسائل أعلام عبرية مقتل جندي إسرائيلي في عملية دهس على حاجز بيتئي القرب راملة عملية اعتبرتها حركة المقاومة حماسة رد طبيعيا على إجرام الاحتلال في غزة وظفة ديبلوماسيا أعلنت جنوب إفريقيا عزمها تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل تضم أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة في فلسطين ومن جهة أخرى شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان بينما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الاحتلال ختام النشر وهذا تذكير بالعناوين تلقيح أكثر من واحد وستين ألفا وستمائة كلب وقط في إطار الحملة الوطنية لمقاومة داء الكلب وتونس تسجل مائتين وسبعا وسبعين بؤرة خلال العام الجارية تحرك وطني للمعلمين والأساتذى للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة والقطع مع التشغيل الهشة وفي النشر قدمنا قراءة في أبرز أهداف وملامه مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة القادمة وعشرون شهيدا في القصف الصهيوني على غزة وسلطات الاحتلال تعلن مقتلى وإصابة جنود إسرائيليين مع تحية نعيمة سولي نجاحي في أمان الله